اللهم صلي وبارك على افضل المرسلين اهلا بيكو اهلا بكل متابعينا وحبايبنا ازايكم عاملين ايه? احنا النهاردة عندنا وصفتين حلوين جدا جدا من وصفات المشتركين والمتابعين معانا اه ويا جماعة احنا لسه زي ما قلتلكو قبل كده مستمرين في وصفات المشتركين في وصفات سلايم اللي لسه عنده وصفة ولسه مشتركش معانا وكتبها يا ريتي اكتبها في التعليقات تحت واحنا هننزل بيها في فيديو جديد تعالوا نشوف الفيديو مع بعض اشتركين معنا في وصفات النهاردة جيمينج وساما وكنزي وجودي وبنوتا كيوت وتوماس وزهراء محمد وتعالوا نشوف اول وصفة معانا وزي ما قلتلكو ان وصفة النهاردة او وصفتين النهاردة بدون دقيق بدون بوركس بدون سامغ واول حاجة واول مكون معانا معلقتين من النشا معلقتين من النشا اللي هو الكورنفلاور نشا الدرة نشا الدرة بعد كده حطيت اللي هو صابون سائل السحون او صابون سائل الاطباق حطيت منه معلقة صغيرة يبقى معلقتين من النشا نشا الدرة اللي هو بيستخدم في المبخ عليهم معلقة صغيرة من صابون سائل السحون او صابون سائل الاطباق بعد كده عندي معلقة صغيرة خالص يعني معلقة صغيرة عبارة عن مثلا ربع معلقة كبيرة من زيت عباد زيت عباد الشمس تمام زيت عباد او زيت درة ما فيش اي مشكلة بس يكون من الزيوت النظيفة عشان تديني برضو ما تدينيش ريحة وحشة ولا تديني نتيجة وحشة من الزيوت النظيفة شوية انا هيخد منها نقطة صغيرة خالص يعني اللي هي تساعد بس العجن معي تساعدني في العجن بفضل طبعا افرق المكونات بايدي يعني بالمعلقة مش هتسعفني بفرق المكونات في ايدي عشان النشا الدرة او كورنفلاور لما بيجي مع الصابون والدقيق بيعمل عبارة عن كور وكلاكيك كده فلازم افضل افرقها عشان ابتدي اعجن كويس مع بعض تمام المهم طبعا احتاجت اضيف صابون سائل لو حسيت ان العملية نشفة معي ولسه ملمش معي ولا عجل معي ببتدي اضيف نص معلقة صغيرة كمان من صابون سائل الصحون او صابون سائل ابوك بعد كده بضيف ربع معلقة من الزيت تاني ده بيساعدني في العجن وبيساعدني ان انا انجز الوصفة بتاعتي بسرعة تمام بافضل طبعا مشكلة الكورنفلاور او النشا لما بيجي مع الصابون السائل او بيجي مع الزيت بيعمل كلاكيع يا جميع بيعمل كلاكيع والكور فلازم افضل افرقها بايدي والوصفة دي بقى من غير ملون دي احلى حاجة فيها لما يكون صابون سائل ابوك باللون الاصفر او اللون الاخدر او اللون الاحمر مش هحتاج اي ملون مش هحتاج اي ملون معي بصوا طبعا انا بستخدم النوع البريل ده بيبقى لون اخدر وما حطيته اداني اللون الفسفوري تحسوه بينور كده كان شكله حلوة اوي ورحته حلوة وعطرة وفعلا اداني سلايم مط يا جماعة وحلوة اوي كان رهيب وناعم جدا انا كنت مستغربة من نعمته ناعم جدا جميل 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 مش قادر اقول لكم جميل قد ايه وكان ناعم وحلوة قوي وبيمط ومكتش متخيلة بصراحة ان هو هيطلع بالروعة دي اا وكانت اول وصفة معينا وكانت سهلة يعني الوصفة دي بصوا من غير غيرة من غير سمغة من غير دقيق من غير آآ ملون كانت النتيجة روعة يعني بصوا عاملة ازاي كانت النتيجة رائعة وكل ده بشوية نشا اللي هو الكورنفلاور ونقطة زيت وايه معلقة صابون سائل الاطباق مش هحتاج حاجة اكتر من التلاتة دولة مفيش اسهل من كده هتعملوها وانتوا وقفين في المطبخ ومش هنحتاج ولا وقت ولا جهد زي ما انتوا شايفين كده طلعت النتيجة معايا حلوة اوي ومط واللون يا جماعة ما حتاجتش ملون انا مش مصدقة بجد ان الوصفة دي حتاجتش فيها ملون وطلع اللون اكتر من رائع اللون الاخدر الفسفوري ده من الالوان اللي انا بحبها قوي وتحسوا اللون حلوة قوي والريحة كانت جميلة جدا بجد جربوا الوصفة دي وقلولي ايه رأيكم في التعليقات وشكرا لكل من شارك معايا في الوصفة دي وطلعت رائعة بالمنظر ده بصو كان ناعم انا اللي كان عجبني اكتر في الوصفة ان هو كان ناعم ملمسو ناعم قوي وطري وصفة جميلة جدا ولازم تجربوها بس اهم حاجة بعد ما نخلص الوصفة بعد ما خلص تلعبوا وتعملوا كل حاجة لازم تقفلوها في علبة مقفولة او كيسة مقفولة عشان ما تبص وفي الصيف لازم ناعمها في التلاجة تمام تعالوا تشوف بقى الوصفة التانية والمكون الاساسي معايا برضو في الوصفة التانية اللي هو كورنفلاور اللي هو نشط درة واخدت معلقتين من نشط درة وضفت يا جماعة نقطة صغيرة جدا من الملون نقطة عارفين يعني اقل من الزرة لو عندكم زهرة غسيل زهرة الغسيل دي ديفوها لو عندكم اللي هو في بودر كده بيتبع بيتخلط بالحنة اسمه دم الغزال ممكن تخلطوها انا طبعا ضفت معلقة كبيرة من الشامبو شامبو غسيل الشعر لكن للأسف شامبو غسيل الشعر بتاعي كان لونه ابيض فلو عندكم شامبو شعر من الالوان من لونه ازرق لونه احمر لونه اغدر ده هيغنيكم تماما انكم تستخدموا اي ملون انا عشان كان الشامبو ابيض فانا للأسف احتاجت ملون لكن لو عندكم شامبوهات بالوان مش هتحتاجوا اي ملون طبعا انا وانا بقلب لازم اضيف ربع معلقة من الزيت دي يا جماعة بتنجزني جدا وبتساعدني في ان انا امزج المكونات مع بعض وفي نفس الوقت بتساعدني في العجل طبعا لقيت برضو العملية لسه نشف معايا فضفت نص معلقة صغيرة من الشامبو تاني عشان يساعدني في العجل بس هدر مني خالص وعجل مني مرة واحدة فقلت الحق نفسي واضيف شوية نشا تانيين وابتدي اعجل من اول وجديد واشوفوا هاي لمي معايا ولا لا يا رب الوصفة دي تنجح ريحت الشامبو كانت حلوة قوي بس انا كان نفسي يبقى الشامبو ملون عشان محتاجش ملون تاني خالص يعني الوصفة الاولينية محتاجش ملون عشان اصلا صابون سائل الاطباق كان بلون اللي اغضل لكن لو الشامبو بتاعي كان بلون كان هيبقى رائع بصراحة ابتديت اعجل كتير ضفت شوية زيت تانيين بس عشان آآ النشا طبعا ما بضيفه كتير بينشف بيكالكع مني فما بضيف شوية زيت بيدي معادلة كده بسيطة ان هو يدي للسلايم بتاعي مط وملمس آآ ناعم وحلو ضفت شوية تنشا شوية زغيرين خالص عشان قلم اللي في الطبق قلم بس يساعدني ان انا قلم اللي في الطبق بتاعي ما يكونش ملزق او حاجة انا لازم استفاد من كل حاجة انا عملت بيها ببتدي قلم علش بقى العك في ايدي عشان يا جماعة بس انا آآ بحس بملمس الاسلايم بينجح لما بعجن بيدي بحس هو محتاج ايه نشا ولا محتاج زيت ولا محتاج شامبو يعني ما بعجن بيدي بحس ايه هو محتاج ايه تمام ضفت طبعا شوية نشا شوية صغيرين خالص صغيرين خالص وابتدي الم اللي في الطبق واشوفه هيلم معايا ولا لأ بس هو الحمد لله ابتدى يلم معايا والحمد لله ابتدى ينجح طالما لم معايا كده ابتدى ينجح الحمد لله في رحت بجد لما حسيت ان هو خلاص لم معايا ونجح معايا وابتدي اخس الايدي بقى ونقله في طبق تاني عشان نشوف النجاح وصل معانا لحد فين كان روعة ولونه حلوة قوي بجد انتو لو عندكم لون شامبو لون احمر او بينك هيديكم لون روعة بجد او شامبو ازرق لو ازرق حلوة او هجربوا معاياكو على فكرة يعني انا هعمل وصفات تانية وهجرب بالالوان الشامبوهات هجيب الوان شامبوهات كده وجربها معاياكو وشوف هيدي لون السلايم حلوة لا كان حلوة قوي وكان مط وجميل ولونه روعة اداني لون البينك اللي انا بحبه وبيمط بصوا يا جماعة طالما السلايم ما بيتقتاش يعرفوا ان هو كده سلايم نجح بصوا ما بيتقتاش طول ما بمط فيه ما بيتقتاش فكده حلوة جدا تحسوا كده عامل زي اللي حلوة قوي وكان جميل ووصفة حلوة قوي وشكرا لكل المتابعين اللي شاركوا معانا في وصفات النهاردة وكانت الوصفات رائعة ولسه يا جماعة في حاجة تالتة انا هعملها معاكو دلوقتي ودي مفاجأة آآ بصوا انا طبعا آآ جبت اللونين كانوا روعة فوق الروعة ده اللون اللي بدون ملون وده اللون اللي آآ بملون نقطة ملون صغيرة خالص حبيت بقى امزجهم مع بعض واشوف لما مزجهم مع بعض اللون هيبقى ايه النتج هيبقى ايه تخيلوا كده انا حطت الاتنين فوق بعض وده مكتون كده شوف المنظر كده بس ايه هيديني لون حلو قوي انا اتفاجئت ان هو داني شكل فراولة كان حلوة قوي داني شكل فراولة كان شكل جميل قوي بجد لا حلو جربوا آآ تجمجوا بعد ما اتخلصوا الاتنين ياريت يكون عندكم الالوان دي تدمجوا لون مع بعض كان شكله حلوة قوي كمان لما دورتهم بصوا اداني شكل حلوة قوي شكل القرى الارضية بجد شكله حلوة قوي شكله كيوت البينك مع الاخدر فصفوري اداني شكل حلوة قوي انا بحب الالوان دي بحب الالوان الكشميل والالوان الفواتح دي آآ كان حلو قوي كتجربة حلوة قوي وشكرا كل المتابعين اللي شاركونا في وصفات النهاردة ومرسي جدا 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 لكل التعليقات الحلوة اللي انا بحبها آآ وياريت اللي اسا مشتركش معانا في وصفات سلايم ينزل دلوقتي حالا يشترك معانا ويكتب تعليقه هنزلوا فيديو مع بعض ونشوف الوصفة دي حلوة ولا لأ ومحدش يزعن مني انا هنزل كل وصفات المشتركين اوكي وبي باي باي ويبقى شوفكم الفة ساحة والفة